أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي التقدير المصري للخبرات الألمانية في مجال نظم الإدارة والتشغيل التي تتسم بالحوكمة الدقيقة جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس رئيس شركة سكك حديد ألمانيا دويتشبان حيث تم استعراض التعاون مع الشركة الألمانية لتشغيل وإدارة منظومة القطار الكعربائي السريع وخلال اجتماع آخر وجه رئيس السيسي بالاستغلال الأمثل لكافة المساحات بميناء الإسكندرية لصالح منشآة الميناء ودراسة الاستعانة بالخبرات العالمية في الإدارة والتشغيل وذلك لتطوير الأداء وتعظيم الناتج لصالح عملية التنمية الشاملة في مصر التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع سيد الدكتور مصفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل بحضور السيد نيكورب نوف رئيس مجلس إدارة شركة سكك حديد ألمانيا دويتشبان والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك والسيد اللواء شريف حسن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول استعراض التعاون بين وزارة النقل وشركة سكك حديد ألمانيا دويتشبان لتشغيل وإدارة منظومة القطار الكهربائي السريع وقد استعرض الفريق كامل الوزير جهود الوزارة بهدف بلورة التعاقد بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة الألمانية لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر بخطوطه الثلاث والبالغ طولها ألفي كيلومتر وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلا في شركة السويدي إلكتريك من جانبه عبر رئيس الشركة الألمانية دويتشبان عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس متطلعا للتعاون مع وزارة النقل في إدارة وتشغيل منظومة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذه في مصر بخطوطه الثلاث موضحا أن الشركة الألمانية أيضا ستقوم بتأهيل وتدريب المهندسين والفنيين المصريين مشيدا بحجم الإنجازات التنموية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة بقيادة السيد الرئيس وقد أكد السيد الرئيس على التقدير المصري للخبرة الألمانية في مجال النظم الإدارة والتشغيل والتي تتسم بالحوكمة الدقيقة حيث وجه سيادته بالبدء الفوري في التعاقد مع الشركة الألمانية كما وجه سيادته بالتركيز على الجانب التأهيلي للكوادر البشرية الفنية وذلك بنقل ثقافة العمل الألمانية التي تتسم بالدقة والانضباط الشديد وجودة الانتاج وذلك بهدف صياغة وسقل شخصية الكوادر البشرية الفنية المصرية وأوضح المتحدث الرسمي أن الشركة الألمانية دويتشبان تعد الأكبر في مجال شركات إدارة وتشغيل خطوط القطارات في أوروبا ومن ضمن الشركات الكبرى المماثلة على مستوى العالم ويتبعها أكثر من خمسمائة شركة فرعية في مجالات السكك الحديدية ونقل البضائع وإدارة البنية التحتية ذات الصلة بالقطارات الكهربائية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع سيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك بحضور السيد الفريق كامل الوزير وزير النقل اللقاء تناول متابعة مشروعات وأنشطة وزارة النقل على مستوى الجمهورية حيث استعرض السيد الفريق كامل الوزير خلال الاجتماع عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات ميناء الإسكندرية الكبير والذي يضم ميناء الدخيلة وميناء المكس الأوسط بالإضافة إلى ميناء الإسكندرية الرئيسية وما يتعلق بساحات البضائع العامة والبوابات وساحات الحاويات والمنظومة اللوجستية الخاصة بالميناء والأرصفة البحرية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالاستغلال الأمثل لكافة المساحات بميناء الإسكندرية لصالح منشآت الميناء ودراسة الاستعانة بالخبرات العالمية في الإدارة والتشغيل وذلك لتطوير الأداء وتعظيم الناتج لصالح عملية التنمية الشاملة في مصر وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير النقل استعرض أيضا عملية استكمال وتطوير ميناء السخنة وإنشاء المناطق اللوجستية بالميناء والساحات الجديدة كما استعرض السيد الوزير أعمال تطوير ميناء ضميات خاصة ما يتعلق بحواجز الأمواج والممر الملاحي والتكريك كما استعرض السيد الفريق كامل الوزير ما يتعلق بالموقف التنفيذي للمحاور الجديدة الإضافية الجاري إنشاؤها على النيل خاصة ما يتعلق بمحاور بديل خزان أسوان وديروت وطمة وقد شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء على وجه السرعة من إنشاء تلك المحاور لما لها من مردود حيوي كونها تمثل شرايين تواصل ما بين ضفتي النيل وأشار المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي الخاص بوسائل النقل الجديدة التي تمت إضافتها لمنظومة النقل العام الجماعي في مصر خاصة ما يتعلق بالقطار الكهربائي الخفيف والمونورال والقطار الكهربائي السريع وأعمال المحطات والأعمال الإنشائية والكبار العلوية على التقاطعات وخطوط السير لتلك وسائل النقل الحديثة التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في منظومة النقل العام في مصر حيث ستربط أنحاء الجمهورية ببعضها من خلال شبكة الموانئ والمطارات وهو ما يصب في خدمة عملية التنمية المستهدفة في كافة المجالات في مصر